ممثل الأسرة التربوية بجميع مكوناتها في ولاية تير الزمور يبحثون على طاولة النقاش مع الفعيلين وأصحاب الرأي والفكر المهتمين بإصلاح النظام التعليمي في بلاد أبرز التحديات التي تعيقها للقطاع الحيوي من منطلق المحاول الأساسية المحددة في جدوى الأعمال نحن اليوم في صدد وشوفنا من الحاجة الملحة عن يرجع التعليم شور التعليم الجمهوري أهم المشاكل اللي ناقشنا في هذه الأيام التشاورية في ولاية تير الزمور هي أولا تحسين ظروف المادية والمعنوية للمعلم أبرز الملاحظات اللي لاحظنا لأنه فهمات إياها المواضيع مفتوحة تماما ولا فهمات إياها أي اتراضة لأي موضوع تدخل بها رقاج وتشخيص أولا مصادر البشرية وعوائقها ومشاكلها اللي تعاني منهم ثاني البنية التربوية مثلا الخريطة المدرسية وتوحيدها وكذلك أيضا المناهش والبنى التحتية السلطات الإدارية والجهوية في يولايا التي تواكب ورشاة التشاور بالتنسيق بين القطاعات المعنية والهيئة المدعوة تتابع أيضا وفي الميدان مراحل العمل تذليلا للصعاب وتأكيدا على دورة الخروج بتوصيات تخدم الإصلاح المنشود أعتقد أن على مستوى ولايتي رزمور الحمد لله مشاركتنا ستكون فاعلة فيما يتعلق بهذه الأيام التشاورية تم اختيار كوكبة من المثقفين ومن أصحاب الخبرة والتجارب في الماضي ومن أولئك الذين يمارسون أيضا المهتمين بالحقل في الوقت الحالي على مستوهياتنا المدرسية وعلى مستوى المجتمع المدني عندنا إما عندنا الحمد لله والكوادر عليا عندنا تعليم فني عندنا مؤطرين تربويين عندنا نقابيين عندنا أباء تلاميذ هذا كله الحمد لله تبادل ووجهات النظر تكاتفة جهود الجميع من أجل إخراج معطيات ومخراجات إن شاء الله ستكون نوعية بما يتعلق بهذا المجال وبالتالي أنه مرتاح للسير الورشة على مستوى الولايات بعد تشخيص النواقع التعليم في تير الزمور دخلت اللجان الفنية مرحلة تنقية التوصيات والأراء التي سيتم إدراجها في التقرير النهائي ضمن المقترحات الواردة من ولاية تير الزمور حول إصلاح النظام التعليمي مختار بابو الأحمد قناة الموريتانية مدينة الزويرات